ايه اللي حصل بيقولك يا معلم ان محمد رمضان رفع قضية على عمر اديب بتهمت ان عمر اديب جرح وشهر بمحمد رمضان انا محمد ابراهيم ودي قناتي لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشرك فيها هادلوقتي حالا واتفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد المهم ان محكمة جنح الشيخ زايد باكتوبر حددت اول جلسة 29 مايو اللي جاء للنظر فول جلسات دعوة اتهام محمد رمضان للاعلام عمر اديب بسببه وقصفه وجد الدعوة المقامة من محمد رمضان ضد عمر اديب وقت هجومه عليه في حلقة في برنامجه الحكاية اللي بيجي على قناة mbc مصر لما عمر اديب هاجم محمد رمضان بعد فيديو رمي الفلوس بتاع محمد رمضان وطالب محامي محمد رمضان الدكتور احمد الجندي بتعويض قدره مات الف جنيه على سبيل التعويض المدني المعقد وجاء في صحيفة الدعوة ان المعلن اليه الاول الاعلامي عمر اديب استغل وظيفته كاعلامي وخلف ميساق العمل في اراد ان يحقق لنفسه سبق صحفي واعلامي وشهرة زائفة وده من خلال منصته الاعلامية وبحسب الدعوة فانه اصد منها النيل من محمد رمضان وسمعته واهانة عائلته واخد سيتناول موضوعا عاما بصفه شخصية واباح لنفسه تجريح محمد رمضان وعائلته شكرا لكم متابعين القناة اتمنى ان الفيديو يكون عجبك واتمنى ان اكتشاركو في القناة دلوقتي حالا ندفع على زر التنبيهات علشان يوصلكو كل جديد